بعد محاضرة القيتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي بشكل معتاد الدرس الأسبوعي بعد الدرس أو بعد المحاضرة جاءتني أسرة وكانت الأم في حالة من الانهيار بشكل واضح وطلبوا أن أجلس مع ابنهم جلست مع الابن قلتهم طيب سأجلس الابن طبعا شام مراهق مش حتى في المرحلة القامعية دون ذلك أصغر فأنا توقعت أن المشكلة ستكون مشكلة أخلاقية يعني ممكن أن تتصوروا إيش المشكلة يعني مع الشاب عمره بين 16 إلى 18 هذا سنه فقلت له يا ابني تفضل إيش مشكلتك فقال أنك تشفت الحقيقة التي غابت عن الكثيرين قلت له إيش هي الحقيقة التي غابت عن الكثيرين يعني كما يقول علماؤنا ناقل الكفر ليس بكافر أسأل الله أن يغفر لنا وإن ثبتنا على دينه قال لقد اكتشفت أن محمدا ليس رسول صلى الله على سيد محمد طبعا أنا سعقت قلت له أنت اكتشفت عن شيء غاب عن مليار وخمسمائة مليون إنسان إذا هذه نحتاج أن نجلس هل يجلس يا ابني فهمنا هذه الحقيقة أنا عندي درس أسبوعي في سيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت اكتشفت هذه الحقيقة وأنت دون العشرين ما هي مصادرك أبحاثك علومك قراءاتك كتبك إيجل أعملت حتى وسط هذه الحقيقة أسألك بالله والله على ما يقوله شهيد أنت شخص جلست على وسائل التواصل أو اليوتيوب ما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة من ربع ساعة ثلاثين دقيقة ثم وصلت إلى هذه النتيقة والله يا إخواني يا مشاخي ويا أخواتي أنه قال لي نعم في أقل من ربع ساعة فقد إيمانه في أقل من خمسة عشر دقيقة قال دخلت على اليوتيوب شدني موقع دخلت عليه رأيت هذا الشيء واكتشفت هذه الحقيقة بعد جلسات ليست بالقصيرة كانت بفضل الله تعالى النتيقة سعيدة لكن السؤال الذي أنا سألته لنفسي إيش اللي حصل كيف تنازل عن إيماني في خمسة عشر دقيقة ونحن عندنا أول آية بعد صورة الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين لا ريب فيه ما فيه شك المفروض أن يكون إيمان ثابت كالجبال ذلكم الصحابي الذي وضع على مرجل من الزيت المغلي وقيل له سنضعك الآن فيه إن لم ترجع عن دين محمد بكت عينه ظن الناس أنه خاف وجزع من الموت قال له خفت قال لا حزنت أنه ليس لي إلا نفس واحدة إن وضعتوني الآن في هذا الزيت أموت وينتهي الأمر ووددت أن لي أنفاس بعدد شعر رأسي كلما استشهدت نفس عادت أخرى لتستشهد في سبيل الله تعالى ما الفرق بين هذا الشاب الصغير الذي المفروض عنده علم ومعرفة وبين ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه شكرا ليا